نحن في المنطقة المنطقة الموجودة في المنطقة قرية واد فكين طبعاً عضو المجلس القروة قرية واد فكين قرية وقرية زراعية مشكلة طبعاً عندنا من 2006 عفوة إلى 2007 كانت هذه المشكلة بدت في الأشهر الأخيرة أو الشهر الماضي كانت المشكلة باستمرار أن تتفتح مياه العادمة ومياه المجاري من مستوطنة بطار على الأراضي الزراعية حابة أوضح شغلة بالنسبة لأنه شغلات ذكرت بالإعلان سابقاً عن واد فكين ولأن واد فكين قرية زراعية هي طبعاً بتصدر كل الخضار أو سلة الخضار إلى قرية وكراها فكان عندنا بشي سلبي من الإعلام اللي حضر علشان إحنا نوصل قضيتنا لأنه الناس تخلصوا من الموضوع أنه التلوث طبعاً التلوث من المياه أكيد أكيد أنه كان سببه المباشر على طور بعيدنا وعلى المياه بالنسبة للخضار والمناطق المنزرة لا يمكن أن نصل إلى مجار فإحنا نقلنا أن نبين الموضوع وخطورة الموضوع على أنه حتى نقدر بما ننكف هاي المياه العادلة في نمر المستوطنة نحن نطلب شيء جديد وللناس المهتمين والناس اللي يساعدوا بهيئك أمور لأنه التلوث ونسبة التلوث اللي إحنا ما بنعرف شو مدى تأثيرها لها تخير على الأرض نستطفى عشان إحنا نكون منطبقين نزرع خطرتنا الناس اللي يشترون مدى تأثيرها نوكلوا من الخطرة ومن تأثيرها بدنا نعرف إذا فيه إمكانية وإذا فيه عندنا مؤسسات مراكز يبحثوا لنا نسبة التلوث في الطربة نسبة التلوث إن وجدت في المياه فأنا باتمنى أنه يكون فيه حدا مسؤول أنه يقدر يوفر لنا هاي الفحوصات الضرورية جدا فأنا باتمنى إذا كان فيه التوجه وإهتمام لهاي الأمور بخصوص الفحوصات إذا فيه مراكز خاصة أنها تقدم لنا المساعدة نحب أنه يكون فيه فحص دوري عندنا للطربة شهور المياه فإذا فيه إذا أمكان إنه هاي المراكز نعمل عندنا أشياء في المجلس لهذه الفحوصات بشكل دوري وشكل شهري نقدر إحنا نثبتها عندنا في المجلس حتى نعرف باستمرار ونراقب باستمرار لأنه فيه نسبة تلوث من لما تبلش عندنا بالمياه أو بالأراضي بيكون عندنا تقدير نسبة التلوثين إنها ضارة أو إن إحنا نقدر نسيطر عليها فأنا باتمنى باتمنى إنه بيكون فيه استمرار لهاي للفحوصات للمياه للأراضي للطربة نسبة من لوحة الطربة بيحصلوا عند تدول هاي المجاري إنها ممكن تكون سامة شو مدى تأميرها على الإنسان وشوهوا أنه صفنا يصل للمسؤولين في السلطة للمراكز البيئية المراكز الصحية المعنيين والبكتر يكتموننا أي إفادة بهذه المسؤولين